مساء الخير شباب، بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة ضبط إعدادات الـ IPTV الخاصة براوتر D-Link 124 وبعد ما نقوم بضبط الإعدادات الخاصة بهذا الراوتر رح نتأكد أنه هل يستطيع بث ميزة الـ IPTV لاسلكياً على الموبايلات واللابتوبات؟ خليكم معنا لنهاية الفيديو وهلأ يا شباب ننتقل لجهاز الكمبيوتر لضبط الإعدادات الخاصة براوتر D-Link 124 بالبداية بدخل على العنوان التالي بأي مستعرض أنترنت 192-168-1-1 تطلع للواجهة التالية وأكيد بالباسورد رح أضع admin بعمل login بنتقل للتبويب setup ومن ثم بالصفحة الجانبية internet setup في عندي channel config بعد ما دخلت عليها بتطلع للواجهة التالية وطبعا يا شباب هذا الراوتر مضبوطة عليه إعدادات الانترنت سابقاً فيكن تشوفوا طريقة الإعداد عن طريق الفيديو اللي رح يظهر بعلامة الـ i على الزاوية وهلأ بنوضع إعدادات الـ ibtv بالبداية عندي default route selection بحطها بحالة space feed أما بالنسبة للvpi بخليها بحالة الصفر وبالنسبة للvci 32 وعندي هذا الخيار بحطه بحالة l-l-c أما بالنسبة للchannel mode بوضعها b-b-b-o-e خيار الـ enable n-a-p-t بحطه بحالة الصح وكذلك الأمر الـ i-g-m-p كذلك الأمر بحطه بحالة صح بنزل لتحت شوي بالإعدادات في عندي الـ username والباسورد هدول بحطهم عن طريق مزود خدمة الإنترنت اللي قدم لي ميزة الـ ibtv بعد ما وضعت الـ username والباسورد اللي يعطوني ياهم مزود خدمة الـ ibtv بنزل لتحت شوي وفي عندي هون عبارة default route بحطه بحالة disable وبضغط على عبارة add لتنضاف هي الإعدادات للسطر تحت سطر إعدادات الإنترنت منلاحظ أنه صار عندي سطرين من الإعدادات سطر خاص بإعدادات الإنترنت العادية والسطر خاص بإعدادات الـ ibtv يلي هو الـ bbboe2 في عندي هون إشارة القلم بهذا المكان بضغط عليها بهذا المكان بنقل الدائرة لعند bridge Ethernet بنزل لتحت شوي وبضغط على عبارة apply change تطبيق الإعدادات بنتقل هلأ لعند صفحة advanced بداخلها في عندي تبويب اسمه routing بداخله في static route بهذا المكان بدي أوضع بعض الأرقام اللي يعطوني إياها مزود خدمة الإي بي تي في طبعاً لحنا في عنا مزودين لخدمة الإي بي تي في اللايكي والبرو تي في كل واحد له أرقامه الخاصة على حسب أنت من أي مزود مشترك بعد ما وضعت الأرقام في عندي الأنترفيس بهذا المكان بختار pppoe2 ليش أخدت pppoe2؟ لأنه هي الخاصة بإعدادات الإي بي تي في الـ pppoe1 هي الخاصة بالإنترنت وبضغط عبارة add route منلاحظ أن الإعدادات نزلت بهذا المكان برجع لعند الستاب وبدخل على الانترنت على channel config وبنزل لتحت شوي وبتأكد أنه إعدادات الإنترنت اللي هي pppoe1 بحط عليها دائرة بهذا المكان وبتأكد أنه الـ default route الخاص فيها هو enable بينما الإعدادات الخاصة بالإي بي تي في اللي هي pppoe2 منلاحظ أنه هي بحالة disabled وهيك منكون بهذه الطريقة ضبطنا إعدادات الإي بي تي في براوتر الـ دي لينك الـ 124 رح ننتقل لجهاز الكمبيوتر نتأكد أنه الخدمة اشتغلت عنها كذلك الأمر لموبايل نتأكد أنه البث المباشر لاسلكيا اشتغل عنه ومثل ما أنا شايفين يا شباب اشتغلت ميزة الـ i-B TV بالبث المباشر عن طريق راوتر دي لينك الـ 124 إن كانت النسخة البيضاء أو النسخة السوداء مثل بعض ما عندك أي مشكلة وما عندك أي فرق بين النسختين شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية